من الشرق الاوسط نقرأ الرئيس الشيشاني يقول القوات الروسية ستستولي على العاصمة الاوكرانية اذا قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف صباح اليوم الاثنين قال ان القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبل الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الاوكرانية كييف وغيرها من المدن واضف في تسجيل مصور بث على قناته عبر تطبيق التليجرام سيكون هناك هجوم ليس على ماريوبل فحسب ولكن ايضا على اماكن ومدن وقرى اخرى في اوكرانيا وتابع سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الاول ثم نستولي على كييف وجميع المدن الاخرى وقال اؤكدوا لكم لن يتم الرجوع خطوة واحدة وتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قديروف مرارا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وهو ما ينفيه الرئيس الشيشاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة